السلام عليكم اهلين بالشباب لازم تعليم القرآن في المدارس يكون اكباري فاكرين في الفيديوهات اللي فاتت من يجي ثلاث شهور وانا عمل اقول لكم ان مصر هتحتل بني شنكول مصر والسودان يعني مصر والسودان هيفككوا سد النهضة يفككوا بمعنى يفجروه قطعة بقطعة علشان المية تخرج شوية شوية للسودان ما تأثرش على سد روسيروس ده معنى التفكيك مش هيفكوه قالب قالب هيتفجر ولكن شوية بشوية هيفضلوا المية الاول ويقدروا يفضوه وبعدين يفككوا بالراحة وقلت لكم ان مصر هيكون لها قاعدة عسكرية في جيبوتي لحماية باب المندب وقاعدة عسكرية هتكون ما بين مصر وما بين السودان وما بين اسيوبيا او يجوز تكون ما بين مصر واسيوبيا بس وما كونش فيها السودان السودان هتكون موجودة في في بني شانكور والقاعدة العسكرية المصرية في جيبوتي مع مع اديسة بابا او مع ابي احمد هتحل محل كل القواعد العسكرية الاجنبية الموجودة في جيبوتي حاليا لان القواعد دي بيتكلف بلادها فلوس كتيرة فلو اعطوا جزء بسيط من الفلوس دي لمصر واسيوبيا هيحلوا حتى تحمل مصر واسيوبيا تأمين باب المندب وتأمين الباب الاحمر والبحر الاحمر وانا قلتلكم ان مصر هتعمل قاعدة عسكرية في جيبوتي في بعض الناس ما صدقوش او النهاردة اتحط حجر اساس القاعدة العسكرية المصرية في جيبوتي الرئيس الجيبوتي موجود في مصر وعمل اتفاقات مع السيسي انهم يعملوا منطقة لوجستية في جيبوتي وانهم يتكلمون في تأمين البحر الاحمر حد بقى يفهمني ايه دخل المنطقة اللوجستية اللي بيكلموا عنها في تأمين البحر الاحمر هيأمنوا البحر الاحمر ازاي هيأمنوا باب المندب ازاي الا اذا كان في قاعدة عسكرية منطق ولا مش منطق واي حد مش بيصدقني يقرأ انا التأرير جايب لكم تأرير في نهاية الفيديو اقروب بيتكلموا عن تأمين البحر الاحمر تأمين البحر الاحمر معناه قاعدة عسكرية مصرية الكلام واضح مش محتاج تفكير حاجة تانية حاجة تانية قلت لكم ان ابي احمد قبل ما هيخش السودان لازم هيضمر الجيش بتاع التجراي ماهو ماينفعش يحارب السودان وفيه تجراي من ورا لازم حينسف التجراي الاول عشان كده حرب السودان يمكن تتأجل لنهاية السنة دي على ما ينسف التجراي على ما يخلص من التجراي ومش بس هيخلص من التجراي هيخلص من كل العصابات المسلحة في كل الاقاليم الاسيوبية مش بس التجراي كل الاقاليم الاسيوبية اللي فيها عصابات مسلحة لازم ابي احمد هيحاربها وحينسفها تماما واخر اخبار انه طلب من الناس اللي هما في اقليم الامهرة بتوعه فيه قواعي فيه ميليشيات هناك اسمها الفانو او حاجة زي كده طلب منهم انهم يسلمهم السلاح بتاعهم وهم رفضوا هتكون النتيجة انه هيحاربهم ولكن هيحاربهم بعد ما يخلص من التجراي الاول لانه محتاجهم مش عايز عدوة منهم ومن التجراي في وقت واحد يعني هيحارب كل الناس اللي هما في اقليم الامهرة وعندهم ميليشيات هيحاربهم لان ابي احمد لازم يدمر كل الميليشيات العسكرية اللي في كل الاقليم الاسيوبي فهمتوا ان الكلام اللي انا بقوله بيحصل الكلام اللي انا قلته لكم يا جماعة عن موضوع صد النهضة ده سيناريو هياخد له خمس سنين انا جبت لكم نهاية الفيلم ولكن الاحداث هتاخد وقت ما جيش واحد يقول لي انت قلت هيحصل كذا وكذا ولسه ما حصلش انا قلت لك حاجات هتاخد خمس سنين في نص ساعة فهمتوها؟ انا قلت لكم حاجات هتاخد خمس سنين قلت لكم في نص ساعة بجيب لكم الاخر عشان ترتاحوا عشان تطمنوا عشان ما تقلقوش بجيب من الاخر هتسمعهم في الاعلام بعض المسؤولين المصريين يقول لك ان اسيوبيا مش هتقدر تعمل ملء ثالث السنة دي او يمكن تعمل ملء بسيط انا بقالي 13 شهر بقول مش هيحصل ملء ثالث 13 شهر بقول ابي احمد مش هيعمل ملء ثالث ومش هيعل الممارة الوسطانية 13 شهر اخذت 13 شهر وانا بيجي واحد مسؤول مصري يقول لي يمكن يعالي المارة الوسطانية 4 متر وانا بقول انه مش هيعليه اصلا لان الشعب المصري مش هيتقبل الاربعة متر دول مع انهم مش هيكون لهم تأثير لانهم كلهم هيشلوه مليار ونص مليار متر ماي بهمتوها؟ ولكن انا اايل على الموضوع ده من 13 شهر مش هيحصل ملء ثالث السنة دي ولكن المسؤولين في مصري يقول لك ايه ان ابي احمد مش هيعمل ملء ثالث جنشرها ولكن السنة جاية ولي respecting بيقول لك هيعمل ملء ثالث و هيشغل منه التربينات العليا السنة الجاية يعني بيقول لك انه مش هيعمل الملء الثالث السنة هيعملو السنة الجاية وبعد ما هيعمل ملء الثالث السنة الجاية هيشغل التريبينات العليا ليه؟ علشان دي رسالة مش للمصريين او من اي حد ما يقلقوش الكلام ده موجه لأسيوبيا للعمق الأسيوبي إن مصر بتقول للعمق الأسيوبي أبي أحمد عنده مشاكل في تشغيل كهرباء من التربينات الواطية علشان فيها طينة ولكن بعد ما يعمل الملء التالت هيقدر يشغل كهرباء من التربينات اللي فوق يعني هم إيه بيرموها لأسيوبيا علشان الشعب الأسيوبي يفتكر إن خلاص مصر سلامت مصر مش هتقدر أتعمل أي حاجة في صد النهضة مصر بتقول إن أسيوبيا هتطلع كهرباء بعد الملء التالت دي حاجة للاستهلاك الداخلي الأسيوبي مش لينا فهمتوا مصريين؟ كلام المسؤولين المصريين اللي بيقول إن أبي أحمد هيعمل ملء التالت السنة الجاية مش لينا مش معنى كده إنه هيعمل ملء التالت السنة الجاية مش معنى كده إنه هيشغل تربينات عليا السنة الجاية ده على ما هتيجي السنة الجاية هتكون القيامة خربت في السودان وفي أسيوبيا على ما هتيجي السنة الجاية هتكون القيامة آمت في السودان وفي أسيوبيا ولا هيبقى فيه ملء تاني ولا تالت ولا رابع ولا خامس ولا أي ملء خالص ولكن هو موضوع أنهم بيشتروا وقت وبعيدوا رسائل للأسيوبيا علشان يرفعوا من أزهم أبي أحمد أنا قلت لكم أبي أحمد صديق لمصر بدليل أن الامارات بتساعده بالسلاح لو كان عدوه المصر ما كانش الامارات ساعداده مش محتاج عقل يعني ما يجيش واحد زاكي يقول لي الامارات عدوه المصر عشان بتعطي ابي احمد سلاح وقول له تبقى جاهل وبلاش تتكلم في السياسة فهمته؟ كل الكلام ده مساعدة لابي احمد علشان لما يجي ابي احمد بعد شهرين ويقول ان مش هقدر اعمل من الملء التالت السنة دي يبقى الشعب الاسيوبي اصلا سمعها قبل كده من المصريين ويتقبلها من ابي احمد لما يقول له مش هعمل ملء التالت السنة دي ووعدان يجيب بقى حجة علشان اسمح للمحادثات انها تستمر علشان ابين حسن النية اي حاجة لكن هو اصلا ما يقدرش يعمل ملء التالت لان السد ما يقدرش يشير مياه اكتر من كده فهمته اللي بيحصله ولا فهمتهش انا عايز اللي يسمع كلامي يسمعه ويفكر مش عايزك لما تسمع اول الفيديو علما توصل اخر الفيديو نسيت اللي فول الفيديو لو بتنسى اكتب لو بتنسى اسمع الفيديو مرة واثنين وثلاثة وفكر فيه فقروا في كلامي متاخدوش كلامي على انه صح فقروا فيه ومش بس في كلامي فقروا في كل الكلام اللي تسمعوه في الفيديوهات التانية الناس اللي في الفوديوهات الثانية يقول لك خلاص أسيوبيا هتعمل ملء الثالث والرابع والسد بقى حقيقة يعني هل بالعقل كده الجيش المصري هيوافق ان يبقى له سد؟ فكروا فيها يعني فكروا ملاش يعني انت ومصريين فكروا هل الشعب المصري هيوافق ان يبقى في له سد؟ هل الجيش هيوافق؟ هل السيسي هيوافق؟ خدوكم بالمنطق يا جماعة بالمنطق انا عايزكم بالمنطق انا كل طلبوا منكم انكم تفكروا فكروا بس سمعتوا اللي حصل في القمة الافريقية ان تم تأجيل النظر في موضوع عدوية اسرائيل كعدو مرائب للسنة اللي جاية طب ليه؟ ايه الفرق ما بين استناده والسنة اللي جاية؟ ايه اللي هيحصل من استناده للسنة الجاية؟ يعني لو عايزين اسرائيل تبع عدو مرائب ما تعملوها من دلوقتي ايه السنة الجاية؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيفسرق من استناده للسنة اللي جاية؟ هيفسرق كتير ايه؟ حاتقوم القيامة في اسيوبيا حاتقوم القيامة في السودان هيبقى حرب الاهلية في اسيوبيا حارب الاهلية في السودان مش الرب فيك فيه اجتماعات اللقناه افريقية من قبله فهمتوها؟ عشان كده قال لك اجلها السنة الجاي ومصر عارفة ان مش هيكون فيه واسرائيل عارفة ان مش هيكون فيه اصلا اي لك الاسرائيل محطرش يعمل حاجة ومحطرش تتكلم مش هيكون فيه اكتماعاتكم افراقية تاني السنة الجاي يمكن الاتحاد الافريقي كله يتفكك ومبقاش فيه حاجة اسمها الاتحاد افريقي فهمتوها؟ اللي انا وصلت منه ان بعد ما الايامة تقوم في السودان وتقوم في اسيوبيا وتتفكك السودان وتتفكك اسيوبيا وتولع السودان وتولع اسيوبيا وبعد كده تعقل السودان وربنا يهديهم ويعرفوا ان ما لهمش غير مصر لانها هيحصل هيجي يوم الايام السودانيين هيعرفوا ان ما لهمش غير مصر وهيبوسوا الطراب اللي بيمشي عليه المواطن المصري في السودان يعني المواطن المصري في السودان هيجي عليه يوم يبقى عملة صعبة هيجي يوم الشعب السوداني يبوس رجل المصري في السودان ليه لأن الجيش المصري هو اللي هيحمي السودان من الاحتلال الأسيوبي الجيش المصري هو اللي هيحمي شعب السودان من تأتيل الرجالة من تأتيل الشباب الجيش المصري هو اللي هيحمي البنت السودانية والمرأة السودانية من الاغتصاب على أيدي الجنود الأسيوبيين الجيش المصري هو اللي هيرجع للسودان قمتها وقرمتها لأن أسيوبيا أخت بلادي هتعمل في السودان عمايل أسوأ من اللي اليابانيين عملوهم في الصينيين أسوأ من الأمريكان عملوهم في اليابان أيام الحرب العالمية التانية أسوأ من الأمريكان عملوهم في الستات الألمان أيام الحرب العالمية التانية بس الألمان كان بمزاجهم ألمانيات كان بمزاجهم لكن السودانيات هيتم اقتصابهم غصبا عنهم يعني حكاية السيوبيا أخت بلادي أخت بلادي دي هتنتهي تماما هيفوق السودانيين بس هيفوقهم هيفوقهم على على كابوس مزعج هيفوقوا يعرفوا انهم شغر مصر وهيق الوقت يمكن يتأخر شوية يمكن ياخد له سنة هيق الوقت اللي هتشوفوا صور السيسي ماليا السودان أغنية نسلم الأيادي في الإعلام السوداني كله والمواطنة المصري هيكون زي الدولار في السودان والأيام بيننا وأظن أنتم عارفين ان الكلام اللي بقوله بيتحق فما تضحروش معاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اعاد وانت اشتركوا في القناة جاءها اشتركوا في القناة سواقين المصريين سابوا البضايع بتاعتهم ورجعوا مصر. وهم غير مسؤولين تماما. المسؤولية مسؤولية أصحاب البضايع. لكن مجيش تقول لي تتصم السواقين وتقولوهم خليكم جنب البضايع قاعدين شهر يتعذبهم. لازم تعويضات للسواقين دول. لازم. مشكلة ان الناس في مصر مش عارف حقوقها. الناس في مصر مش عارف حقوقها. انتم يا سواقين لكم حقوق. ارفعوا قضايا على أصحاب بالمضايع دي. لما ترجعوا مصر بأمان الله. في ملاحظة لاحظتها على المباراة الاخيرة بتاعت مصر والسنغال في ضربات الجزاء الترجيحية. اول حاجة اللاعب محمد عبد المنعم اللي ضايع ضربة الجزاء وضربت في العرضة. انا بعتبر اللاعب ده فنان بكل المقاييس مع انه ضيع ضربة الجزاء. لو تلاحظوا ان القورة ده ضربت في العرضة من جو الجون مش من بره. في العرضة من جوة. يعني لو فيها خمسة سنتي كمان كد دخلت الجون. فده لاعب فنان. يعني ايه فنان? شوف لما تفرق خمسة سنتي يعني فنان. مع انها ضربة جزاء ضرعت. الا انا لعب فنان. فيه حاجة تاني انا لاحظتها بقى في اللاعبة بتاعتنا لما بيدربوا ضربات الجزاء. بيحطوها في الزاوية ولكن بيحطوها بالراحة. المعتمدين على ان الجون الكون في الزاوية التاني مخلفة. يقوم بخش الجون. التب لو الجون اترمىller في الزاوية بتاع الكرة بيمسكها. ولكن لو لاحظتم اللاعب بتوعي السنخال. وهما بيرمؤ الكرة في الزاوية. مع ان الجون كانه الترمى في اللاعب horrific udo. الى ان كرة دخلت الجون. ليه? لا no ni لأن الان كرة ايضربوها زي الكنب?",اني سواجدواها وببطة صاروخ. بحيث ان للجون كانت limited time. هكذا autre. بإن جون ترمى على الزاوية، ابو رأي انروز الجون تخرجوا قبل ما يلحقها. وهو ده اللي انا كنت بطالب اللاعب المصريين انهم يفكروا فيه مش معنى انك تحط القرى في الزاوية تحطها بالراحة على اساس ان الجن هيترمي الزاوية التانية لا تعمل حسابك انك وانت بتحط القرى في الزاوية ان القرى تخش الجن حتى لو الجن ترمى عليها وعشان ده يحصل لازم القرى تكون ساروخ ساروخ بحيث ان لو ترمى عليها القرى تخش الجن الاول وده حصل مرتين في ضربة الجزاء السنغال مرتين الجن بتاعنا يترمى على القرى في زاوية القرى ولكن القرى تخش الاول لانها سريعة جدا فاديت نكون يتعلمنا من الاخطاء دي ما تحط ليش القرى بالراحة في الزاوية حطها زي القنبلة وياريت اللاعب يتضربهم على الموضوع ده يعني الجن يوقف واللاعب يضرب القرى ويقوله ان هرميها في الزاوية اليمين الجن يكون عارف ان القرى هتجيله في الزاوية اليمين ومع ذلك اللاعب يضرب القرى صاروخ بحيث ان القرى تخش الجن قبل ما الجن يترمى عليها لازم القرى تكون اسرع من الجن دي انا لاحظتها مش عارف هل انا دي ملاحظته انا الواحدي ولا انا ما بفكرش صح ياريت يعني ياريت تقولولي ايه رأيكم في الكلام اللي انا بقوله ده لان انا لاحظت الحاجة دي احنا عندنا الجن بتاعنا بصراحة هو كابتن المباراة الجن عمل اللي عليه و لكن اللعيبة يضرب القرى بالراحة لمفروض القرى تبقى خدves على اللقين تبقى كنابلة في الجون كنابلة يتضربوا على كده يتضربوا على كده يتضربوا ييئولوا لو الجون انا حط القرى في الزاوية اليمين تحت امساكها وتبقى ساروخ بحيث ان하면 معرفش امساكها يقولوا لو احطاها في الزاوية اليمين فوق امساكها يعني يعرف الجون سورا الجون رحة فين بشرط ان القرى تكون اسرع من الجون لازم اللعبة تتضرب على كده اتمنى اني اكون بقولتها صح وانتو احرار انا بس بقول رأيي كمصر وخلاص صباح على خير الحاجة اللي بتضحكني ان الجماعة الافارقة دول مع انهم فشلين في كل حاجة اللي انهم شطر في لعب القورة دول افريقيا دي الكاميرون السنغال كو ديفوار سيريليون الدول دي دول فشلة فشلة ما يشدفع في حاجة خالص ما يشنجح في حاجة خالص ولكن زي العفاريت في الكورة ليه لانهم اصلا يعني ما عندهمش حاجة يعملوها غير الكورة بيفكروني بامريكا الجنوبية دول امريكا الجنوبية الارجنتين والبرازيل والمكسيك والدول دي امريكا الجنوبية دول فشلة فشلة دول شعوبها بتلاقيش تاكل ومع ذلك زي العفاريت في الكورة ليه؟ وهم أطفال ما عندهم شغل القورة مافيش لا تدريس ولا شغل ولا مشغلة مافيش غرق قورة بيتربوا في الشارع حاجة غريبة يعني الدول الصيعة بملهش غرق قورة تلاقي أمريكا أكبر دولة في العالم مافيهاش فريق كرة القدم فريق كرة القدم في أمريكا من أضعف الفرق أما الدول الفشلة في أفريكيا في أمريكا الجنوبية أقوى فرق كرة القدم شوية صيعة يا أبا المفروض ما نلعبش الناس دول لأن دول مقرحبش غرق كرة المفروض نلعب أوروبا وأمريكا بس